الأمم المتحدة ترتب العقد اجتماعاً آخر لممثلي الحكومة الشرعية والحوثيين لاستكمال النقاش حول اللوائح النهائية للأسرة والمعتقلين والمخفيين تمهيداً لعملية الإطلاق التي سيشرف عليها الصليب الأحمر الدولي الاجتماع المرتقب سيُعقد هذا الأسبوع على الأرجح في العاصمة الأردنية عمان وسط توقعات بأن توافق الحكومة الأردنية على طلب تقدم به المبعوث الأمومي إلى اليمان مارتن غريفث لاستضافة هذا الاجتماع ونقلعاً وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليمني خالد اليمني في عمان قول إن بلاده تلقى طلباً من المبعوث الخاص إلى اليمان مارتن غريفث وأنها ستتعامل مع الطلب بما ينسجم مع منطلقها الأساسي وهو الإسهام في حل الأزمة اليمنية يأتي ذلك فيما أوضح مسؤول ملف الأسرة والمعتقلين عن الجانب الحكومي هادي هيج أن اللقاء المرتقب في العاصمة الأردنية سيعمل على حل إشكالية عالقة بين الطرفين وتوقع تجاوز هذه الإشكالية ونفى في الوقت نفسي صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن فشل المساعي في هذا الملف على الرغم من تصريح سابق لا يفيد بأن الحوثيين رفضوا الكشف عن مصير 232 معتقناً لديهم وأن الطرف الحكومي أوقف تسليم الملاحظات حتى يتلقى الرد من ممثلية الميليشية بخصوص هذا العدد من جانبه هدد مسؤول ملف الأسرة من جانب الحوثيين عبدالقادر المرتضى بإيقاف الإفراج عن الأسرة الأجانب إذا لم يتم إطلاق المئات من الأسرة التابعين للميليشية في سجون السعودية والإمارات بحسب تصريحات أدل بها لصحيفة الثورة الخاضعة للحوثيين بصنعاء وأوضح المرتضى أن قائمة بـ 1490 أسيراً تم تسليمها إلى الجانب السعودي فيما أفاد هذا الأخير بوجود 344 منهم لكنهم اعتقلوا على ذمة دخول الأراضي السعودية بطرق غير قانونية فشل دريع آخر يصيب اتفاقات السوكهولم التي لم تحرز أي تقدم جوهري في الحديدة كما في تعز وفي ملف الأسرة الذي ذهب طرف صراع إلى السويد بعد التوقيع عليه وسط توقعات سادت حينها بأن هذا الملف سيشهد تنفيذاً سلساً لكن ذلك لم يحدث أبداً